من بعد تسلم رئاسة حركة حماس، بلشت بصمات يحيا السنوار تبين بإدارة المفاوضات. كيف؟ لأول مرة تبرت حماس بباينة لأحد أنه ما في داعي لجولة المفاوضات الجديدة بـ 15 أب. بنفس الوقت أكدت حماس أنه موافقة على مقترح بايدن للسفاة وداعية لوضع خطة لتنفيذ المراحل الأربع للمقترح. بدل ما تروحة جولة المفاوضات لتناقش شروطه على إيل جديدة، بده يفرض نتنياهو. جرّبت حماس تظهر موقفها بكأنه هي المنسجم مع الوسطى الثلاثة، أمريكا ومصر وقطر وتقطع الطريق على فرض شروط إسرائيلية جديدة لو وقف إطلاق النار. بكل جولة التفاوض كانت نتنياهو عم يزيد شروط جديدة، مثل التأكيد على حقه باستقناف الإبادة بعد تبادل الأسرة، ورفع عدد الأسرة الإسرائيليين لأحياء بالصفقة، وتحكمه بمصير الأسرة الفلسطينيين اللي ممكن تشملهم، بما فيه نفي للخارج، بالإضافة لسيطرته على محور في لادلفيا، يعني تشريع الحصار الكامل على قطاع غزة. بالإضافة للموقف الجديد من المفاوضات، قرر السنوار يستثمر بالتحولات الدولية ضد إسرائيل، بعد مجزرة حي الدرج اللي قتلت فيها إسرائيل مئة فلسطيني السبت، دعية حماس مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع لألزام الاحتلال بوقف الإبادة، يعني التدخل للأمم الفعلي عسكريا أو غير عسكريا لوقف الحرب. عزل إسرائيل هو مؤاربة يحيا السنوار الفعلية قبل ما يصير رئيس لحركة حماس، وهلأ عم يحاول يترجمه. أن نجعل هذا الاحتلال في حالة تناقض وتصادم مع الإرادة الدولية كلها، ونعز له عزلا عنيفا شديدا وننهي حالة اندماجه في المنطقة وفي العالم كله.